ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله على مجبهة البوليساريو في ذكرى تأسيسها إضافة إلى شبهات حول التجسس ضد المصالح المغربية واعتبرت صحيفة الكونفيدونسيال أن هذه الخطوة تعتبر بمتابة تحذير من السلطات المغربية لنظيرتها الإسبانية التي تحاول دائما تبني سياسة متوازنة حفاظا على موقفها التقليد بشأن قضية السحراء مضيفا أنه بعد سقوط الدبلوماسية الإسبانية في مأزق عقب اعتراف الرئيس دونالد ترامب في العاشر من ديسمبر الماضي بالسيادة المغربية على السحراء فالخطوة التي أقدمت عليها الرباط تجاه برلين تعد تحذيرا للحكومة الإسبانية من أجل الابتعاد عن موقفها التقليدي واعتماد موقف ينسجم مع مصالح المغرب وفقا لمصادر دبلوماسية وتبعت صحيفة الإسبانية أن العلاقات بين إسبانيا والمغرب لا تمر بأفضل أحوالها والدليل على ذلك تأجيل القمة التنائية التي كانت مقرارة في السابع عشر من ديسمبر الماضي بطلب من المغرب وبرمجتها في فبراير دون أن يتم عقدها مجددا في الشهر الماضي علما أنها لم تعقد منذ عام 2015 كما تحدث المنبر الإسباني عن إمكانية تضرور إسبانيا من الناحية الأمنية والاقتصادية في حال حدوث أزمة في العلاقات مع المغرب مشيرا إلى أن أهمية الاتفاقية التجارية مع الرباط بالنسبة للاتحاد الأوروبي وخاصة أسطول الصيد البحر الإسباني وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى تعاون الأمن مع المغرب وقيم المملكة بتوقيف تعاونها أمنيا مع إسبانيا في غش 2014 بسبب اعتراض دورية للحرس المدني الإسباني بالخطأ يختن كان على متنه العاهل المغربي محمدين السادس بسواحل سبتا عندما كان متجها إلى طنجا كما علق المغرب تعاونه في ذات المجال مع فرنسا لمدة 11 شهرا من فبراير 2014 إلى يناير 2015 يضيف المصدر ذاته نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب